اشتركوا في القناة نتكلم عن اغلاق حسابات منصات في ناس بتتواصل معي ولان حسابتها اتقفلت ولكن لما بنرجع الاسباب بنلاقي ان التسعة وتسعين في المائة من الحسابات اللي بتتقفل بتبقى عدم معرفة الشخص بقون المنصة فبتبقى دي المشكلة ولكن برضو خلينا نتكلم لو فعلا ان المنصة هي اللي بتقفل حسابات من عندها فهل انت ليك حق او ملكش حق تعالي نشوف مع بعض في الحلقة دي هحاول انها هتبقى قصيرة عشان خاطر يبقى الكلام سريع عن تسجيل حساب قدم المعلومات الشخصية تماما كما تظهر في مستنازك بالمعنى البندي ده ايه ممكن يتقفل حسابك انك كده بتفتح حساب باسم صاحبك باسم الوالد باسم حد من اخواتك ولما تيجي تقوم خاطط عملية الدفع بيبقى الرقم او عملية الدفع المحفظة لما بيشركوا عليها بيلاقوا ان اسم صاحب الدفع حد تاني فهنا بقى فيه اختلاف او لما بتيجي ترفع المستندلات اللي هي البطاقة او ما الى ذلك او اثبات محل السكن بيبقى فيه عندك مشكلة في عدم تطابق البيانات في هذه الحالة هيعتبر الحساب بتاعك لاغي والشركة من حقها انها تعمل او اغلاق للحساب بتاعك طيب هل الشركة تقدر انها تقفل الحساب بتاعك من نفسها لا بيديك اشعار بيقولك ان حضرتك عندك خطأ في المستندات او في البطاقة فصحح هذه المستندات اذا لم تستطع انك انت تصحح هذه الاشياء فمن حق الشركة مباشرة انها تقفل الحساب بتاعك طيب ده بالنسبة يبقى قلنا انك انت تقدب بيانات غلط تكتب بيانات غلط وبعد كده تكتشف الشركة ان فيه حاجة غلط وسيلة دافع مش مطابقة لاسم الدافع ما الى ذلك كل ده بيبقى مخالف لهي الشركة اذا قدمت معلومات غير صحيحة فقد يتم حسف حسابك دون سبق انظار يعني بيقولك اذا تم التأكل انك انت حاطت معلومات غير صحيحة يعني مثلا اكتشفوا البطاقة اللي انت مقدم بها مزورة اكتشفوا ان مثلا الحساب بتاعك اللي انت دافع به مش بتاعك فده ممكن يؤدي ان الشركة تقفل حسابك بدون سبق انظار ولكن الاصح انها لازم تبعت لك ايميل يقولك ان تم اغلاق حسابك لسبب واحد اتنين تلاتة كما نود ان نذكركم بالنوم منوع تسجيل القاصلين تحت سنة 18 سنة يعني ما ينفعش واحد يبقى عنده 17 سنة يفتح حسابه ويروح للدول ويبقى عايز يسحبه هو كده اصلا الحساب بيبقى غير قانوني غير يقدر ان هو يقدرش ان هو يدول عليه وجود اكتر من حساب نشاط يعني واحد يقول لك اصلا انا فتحت حساب لاخوي انا فتحت حساب لابن عمي انا فتحت حساب لخالي من على جهاز واحد او من على شبكة انترنت واحدة اللي هو يعني واي فاي بيبقى فيها مشكلة بالنسبة لك لذلك حذرنا كزا مرة من هذه النقطة ان لو انت عايز سعمل حساب ابن عمك ابن خالك اخوك يعمل بعيد عنك يعمل بانترنت منفصل عشان ما يبقاش ما تديش تلكيك لشركة انك تقول لك ان في ربط بين الحسابين او هو انت فاتح بكذا حساب ويبتتداول ودي ده الطبيعة فيها ناس كتير جدا بيفتح حساب ليه والاخوه في البيت طب انت طالما اخوك عايز تداول معك يعني انتو الاتنين في بيت واحد يبقى خد فلوسه تداول في نفس المكان ليه تفتح له حساب تاني فده اللي بيخلي الشركة ممكن تقفل الحساب طيب عندك ايه تاني برضو موجود سحب الاموال الى حسابات طرف تالت يعني يا بقى طرف تالت تعال اقول لك يعني طرف تالت بمعنى ان انا دلوقتي الحساب بتاعي باسمي مسلا احمد محمد جاي اسحب الفلوس بتاعتي اقوم ساحبها مسلا على طريق محفظة واحد مسلا انا ما عنديش حساب على البيت فبطلب مسلا حد من الاخوة الوسط الماليين اقول تعال يا باشا هات المحفظة واسحب عليك وانت بقديني فلوس كاش ده معناها طرف تالت طرف تالت يعني انت المنصة طرف اول انت الطرف التالي طرف تالت انك تجيب حساب ملوش دعوة اصلا لبيك ولا بالمنصة وتقوم حطه وتطلب السحب عليه فدي بتبقى مشكلة ولذلك هتلاقي ان كان زمان الناس القديمة طبعا ان حضرت الكلام ده من حقك انك انت تسحب فلوس في اي وقت على اي محفظة سواء كان بقى كل الحاجات دي ولكن حاليا بقوا بيرزلوا عليك في انك انت يتأكد ان المحفظة بتاعتك يعني اقول لك من جوا حسابك يأكد ان الحساب ده بتاع اه احمد محمد مثلا مش بتاع حد تاني لو لا لو معرفتش تثبت كده يعتبر ان كده خلاص انت مش قادر تثبت بقى انت كده جايب حساب مش بتاعك بتاع حد تاني طرف تالت هو اللي يسحب ودي ممنوع فيقوم قافل الحساب طيب في ايه تاني يبقى احنا كده قلنا اه سحب الاموال الحسابات طرف تالت استخدام طرق تداول احتيالية يعني انت تستخدم بقى مؤشر او حاجة تخش بيها اه الجلسات الصينية كل الكلام ده بيبقى عليه مشاكل في التداول ممكن انه يتم اغلاق الحساب في بعض الشركات بتديك كده ارص التونين انه هو يلغي لك الربح بتاعك يعني يقول لك ايه الصفقة دي لغة لانك مثلا الصفقة الصينية اه بيبقى جلسات تداول صينية يقول لك لا كده متعملش شكلة تانية ارص لك انه يلغي الربح بتاعك يعني ما اتعصش وروح تقررت البدامج بعد كده يعمل لك الحساب كله استخدام المنصة لاغراض غير تجارية اذا كنت ترغب في تجنب حظر حسابك يعني ايه البند الجميل ده استخدام المنصة لاغراض غير تجارية اذا كنت ترغب في تجنب حظر حسابك يعني ما ينفعش انا احمد عليم متداول اروح اعمل محفظة اجيب مثلا اشرين او اربعين واحد ااخد منهم فلوس وابتدي ان انا اروح اعمل تداول لما يحصل تداول وانا ما اديش الناس فلوسة او تتأخر او يحصل مشكلة او ما الى ذلك فبعض الناس بتروح تشتيك للمنصة ده الحساب الفلاني انا مشترك معاف محفظة وما دفعليش انا الحساب الفلاني خد عشان خاطر يعوض لي والكلام ده كله ممنوع في منصات التداول لانك انت محد بيعوض لك الحساب بتاعك فمعنى كده انك انت مش بتتداول على الحساب بتاعك واحد تاني اللي بيتداول وبيسحب وبيغير محفظة فتجنبا لكل هذي المشاكل قال لك مجرد ما بشمه انك انت بتستقدم حسابك تجاريا يعني عشان بعد كده واحد يقول لك احنا بنفتح منصات وبنعمل محفظة مجمعة وربحك اربعين في المية هو عشان يعمل محفظة مجمعة ممكن يعني يقوم مجمد الحساب بتاعه وقل له من اين لك هذا انت جيب العشين الف دولار اللي انت دخل بيوم دور منين ازمت انك انت تمتلك بتبقى مواضيع كلها راجع دماغ فانت مش هادل يحتر عدوك فيك يعني من الاخر الناس اللي هي بتعمل بقى منصة يعني اه حسابات تليجرام ويبتدوا انهم يقول لك احنا بنعوض احنا كل حاجة كلام ده ممنوع ولو الشركة اكتشفتو حط الوزك وهتقوم عاملة على طول حظر لحسابك بلا راجعة مفهاش فيها اي كلام فحكاة ان حد يستخدم حساب تجاري يعمل محافظ مجمعة يعمل اه تعويض حسابات كل دي اسمها اه اغراض تجارية بتمنع المنصة انك انت تستخدمها فيها يرجى اتباع قاعد الاتفاقية اتفاقات المستخدم متاحة لموقعنا على شوكة اي موقع انت بتتدول عليه سواء ان كان اي كيو واي ان كان الموقع اللي انت بتتدول عليه اه فوريكس اه حتى موقع الالعاب اي ان كان في حاجة اسمها اتفاقية الاستخدام حاضرتك المفروض انك بتقراها باند باند عشان تعرفه طبعا بما ان اتفاقية الاستخدام دي بتبقى حوالي تلات صفحات ممكن تخشها في حوالي آآ الفين او تلات تلاف سطر فناء وبالانجليزي فالناس بتكبر دماغها بتخش على طول تسجل وتقوم شغل ولكن هو بيستغل النقطة دي انك انت ما بتقراش اتفاقية الاستخدام ما بتعرفش ايه اللي ممكن يقفل حسابك ما بتعرفش ايه المشكلة في حسابك فبيستخدموا هذه المشكلة او هزيه اللي كنت عادة من القرية انك انت اقول لك بص احنا عندنا في اتفاقية لاستخدام كذا انت مرة تقراش دي مش مشكلتنا انت يعني انت مجرد ما سجلت ووفقت عليها ولكن انت معانش هزا الباند دي مشكلة طيب هل من حق شركات الاوبشرة انها تقفل الحسابات طبقا لما قوانين مكافحة غسل الاموال وما الى زلك واتفاقية لاستخدام اللي انت بتوفي عليها من حقه ان يقفل الحساب بتاعك ولكن هل من حق الشركة انها تتعنت عليك ويتيجي تقول لك اعصا كنت اكسبت تعال اقفل لك حسابك او الشخص الفلاني اه بيقول انك انت بتكسب فنقفل لك حسابك هزا الكلام غير صحيح والله اعلم انا بتكلم على حد علمي ممكن يكون في حاجة تانية انا لغاية دلوقتي ما قابلتهاش شخصيا كاحمد عليه او الناس اللي هي بتشتغل معي ما قابلتهاش المفروض انك انت الشركة مجرد ما بتعمل عملية او بتقفل حسابك بيبعت لك يقول لك تم اغلاق الحساب بتاعك عشان خاطر واحد اتنين تلاتة مخالفة البنون مخالفة القواعد يبقى انت عملت غلطة انك انت مسلا استخدمت زي ما قلنا اه فتح حسابين عمل قدمت الورق بتاعك ناقص قدمت ورق مضروب اه شغلت بتعوض حسابات عندك اي حاجة من الحاجات دي بتتكشف بيبقى خلاص كده من حق الشركة انها تعمل الحساب بتاعك وانت من حقك طالما تم اغلاق الحساب او تعمل انك انت بتبعت للدعم وبتقول له انا مش عايز غير ان اعرف السبب الفائل لاغلاق الحساب وترد علي لو ما ندلش عليك الشركة بقى انت من حقك انك انك انت لو واثق انك انت مليون في المية ما عملتش اي مشكلة او اي حاجة من حقك بقى انك انت تشوف وضعك قانونا ايه انك انت كنت ان كانت الشركة مرخصة هتترجع انك انت ترجع لشركة الترخيص لو كانت غير مرخصة وانت عرف من الاول انها غير مرخصة او ما لاش ترخيص يبقى دي اه غلطة عندك ممكن انك انت بقى تكتب انك انت تم النصب عليك من الشركة الفانية ده حق اقوى يعني اضعف الايمان انك انت تقول على اللي حصل معك ولكن انت بقى انت اللي مخالف ويبقى عندك مشكلة من الاول وطروف بعد كده تشتكي فدي برضو حاجة بينك وبين الشركة احنا بنقول ان القواعد اللي انت بتبشي عليها زي ما قلنا هي دي لو انت خلفتها حيتقفل حسابك استخدام الحساب تجاريا انك تفتح اكتر من حساب انك تقدم اوراق غلط ان يكون سنك اقل من تمنتاشر سنة ان تستخدم محفظة اه غير اه معتمدة ما الى ازاق تجيب حد واصلت ان هو يسحب لك الفلوس كل الكلام ده تخليه بالكم منه سواء بقى ان كنت تاني اي حاجة مالية القواعد متشابهة على جميع المنصات وجميع الحاجات اتمنى ان الحسابات بتاعتكم تبقى كويسة ان شاء الله ما في حصلش اي اغلاق ما حصلش اي حاجة وتداول سعيد واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته